السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك التباس في مفهوم الدولة الإسلامية وطبيعتها يأتي من تعدد الرؤى لما هي الدولة في الإسلام فثمت من يصر على الصورة المعهودة للخلافة الإسلامية كشكل وآلية للحكم بينما يحاول آخرون تكييف الدولة وفق مفاهيم العصر ومعطياته من دون ضرورة إلى التقييد بشكل الدولة الإسلامية التاريخي طبيعة الدولة في الإسلام هو موضوع حديثنا في حلقة اليوم من مرنامج مقاصد فمرحبا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد من خلالكم أرحب بضيف الحلقة الأستاذ ونيس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات أهلا وسهلا بكم أستاذ ونيس مرحبا بكم أستاذ جهاتي هل هناك اتفاق بين علماء الإسلام ومفكريه ورؤوس العلم فيه هل ثمت اتفاق على ما هي واضحة ومحددة للدولة في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا الدولة في الدولة بشكل عام والدولة في الإسلام بشكل خاص لها معنيان هناك معنى يتعلق بهوية الدولة بجوهر الدولة وهناك وجه آخر يتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم عندما ناتي لموضوع الشكل شكل الدولة أو نظام الحكم في تقديري أنه لا يوجد اتفاق لا يوجد اتفاق نهائيا على شكل الدولة أو على نظام الحكم بالمصطلح الجديد وهذه المسألة لا يستطيع أي باحث أن يتابحها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إبان حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر مطروح للنقاش باعتبار أن كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها الصحابة الكرام وهكذا هو أصل التشريع ينظر إليها على أنها دين فليس هناك مراجعة في هذه القضايا لكن بمجرد توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاختلاف بدأ الاختلاف في من سيكون الحاكم ما هي آلية انتخاب أو تعيين الحاكم أو تنصيب الحاكم ما هي صلاحيات هذا الحاكم ما هي العصب التي يقوم عليها هذا الحاكم بل بدأ بمجرد أن تولى سيدنا أبو بكر الصديق الحكم بدأ الاختلاف حتى في صلاحيات هذا الحاكم هل قتاله لمانعي الزكاة مشروع وفق المصلحة يعني هل هو مشروع أم لا وأنت تعرف أن سيدنا أبو بكر الصديق وجد معارضة من أقرب الناس إليه وهو الخليفة الراشد سيدنا عمرو الخطاب حتى من خيال العام بلغة العصر للعرب آنذاك هناك رافضي الزكاة لم يرفضها باعتبارها قضية مال وكذا إنما قالوا خلاص هو ضريبة كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو لنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم قالوا ذهب الذي كان يدعو لنا عند إتيان الزكاة وأيضا سيدنا أبو بكر الصديق عندما قاتل المرتدين لم يقاتلهم باعتبار أن المسألة لها علاقة بفهم لطبيعة الزكاة وكذا إنما كما يقول بعض المحللين وهو تحليل عميق أتفق معه لحد كبير قتلهم لأنها أول خروج على نظام الدولة في الإسلام كان هو بمنع دفع الزكاة فخاف سيدنا أبو بكر الصديق أن يتسع أو تتسع هذه الفجوة وهذه الرؤية فإذا انحل هذا العقد في علاقتهم بالدولة ستنحل باقي العقود إذن مختصر الجواب أن هناك اتفاق في أهمية الاجتماع الإنساني وأن الاجتماع الإنساني لابد وأن ينتظم عبر سلطة يوكلها الناس لقيادتهم ولتنظيم شؤون حياتهم سواء الاجتماعية أو التعليمية أو الاقتصادية وعلاقتهم بالآخر أو كذا أو بإقامة الحدود أو كما يقول ماكس فيبر اللي هي العنف المشروع في الدولة سواء قتال من خرج عن الدولة احتكار العنف احتكار العنف أحسن هذه المسائل عليها اتفاق لأنها مسائل يدل عليها العقل يدل عليها التاريخ والاجتماع وكذا أما الأشكال والوسائل والفلسفة والتشريعات هناك اختلاف كبير جدا بين الفقهاء وبين المفكرين في هذا خذتنا مباشرة إلى الحديث عن السلطة وهنا متعلق بأركان الدولة هنا في الدولة الحديثة أو في الحضارة الغربية أركان الدولة تتألف من الجمهور أو الشعب والإقليم والسلطة هل هي الأركان هذه نفسها في الإسلام أم أنك تؤيد ثمة من يقول عن الشريعة وليس بالضرورة أن تكون السلطة الشريعة هي الرقم الثالث إلى جانب الجغرافيا والشعب من أركان الدولة جميل هو هذا ما يسمى بالنماذج النماذج التي يطورها البشر ويستحدثوها البشر من خلال تجربتهم الإنسانية نموذج الشعب والإقليم والسلطة هذا نموذج أقرى ما يكون للعقل يعني هو قسمة عقلية لابد أن يكون هناك مجموعة من الأفراد يعيشوا في إقليم ويتفقوا على شكل لإدارة الشأن العام شكل لإدارة الشأن العام إذا كان المجتمع بسيط ساذج مثل عصر الكهوف وكذا سيكون هناك اختلاف على مثلا من هو أقوى عضليا أو كذا فهو له السلطة أو من كان هو جد القوم وأبوهم الأكبر له السلطة مثلا لكن أنا أريد أن أقول أن الإسلام لا يبالي بالوسائل المهم أن تكون هذه الوسيلة مشروعة لأنه لم يضع وسائل محددة لتشكيل الدولة نأتي لسؤالك تحديدا في موضوع الشريعة والسلطة الإسلام يرى بأن هناك جمهور من الناس وهو ما نسميه نحن في اصطلاحنا الفكر الإسلامي الأمة وهذا مصطلح شرعي وجغرافيا أرض يقيم عليها الناس وهو تأتي في معنى القرآن أحيانا القرية إن الملوك هنا إشارة لسلطة إذا دخلوا قرية أهلكوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون هنا أشار للقرية أو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قرية مدينة إقليم فالإسلام فيما يتعلق بالشعب ليس هناك خلاف أن هذا ركن ركيم في قيام الدولة فيما يتعلق بالإقليم طبيعي أن الشعب سيقيم على إقليم هنا في السلطة في السلطة هناك نظريات لنشوء هذه السلطة يعني عفوا بأي حق الأستاذ جهاد مثلا يحكمني أو بأي حق مثلا يحكم مثلا أردغان يحكم السلطان العثماني يحكم فلان أو فلان أو الملك أو الرئيس الجمهورية بأي حق هناك نظريات لنشوء هذا الحق في السلطة هناك نظرية أشهر نظريات حديثة والنظرية العقل الاجتماعي وأنا في تقديري هي أقرب النظريات جان جاك روسو أقرب النظريات للنظرية الإسلامية وهي أن يكون الناس تتفق على تفويض أو توكيل جهة معينة أو إنسان بعينه أو كذا في تدبير شأنهم العام هم يتراضوا على هذا ويتواطئوا على ذلك ويفوضوه في الحكم ماذا عن الإسلام هم هنا أركان الدولة في الإسلام نعم الإسلام مع هذه النظرية مع هذه النظرية ولكن دون وضع شكل محدد لها يعني مثلا كيف أعطى الصحابة السلطة لسيدنا بكر الصديق يعني نتكلم بلغة العصر كيف أعطوه السلطة أعطوه السلطة رشح سيدنا عمر سيدنا بكر اختلفوا كما تعرف الصحابة في السقيفة بني ساعدة في الأخير بعض الاستدلالات هناك من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاها لديننا فلا نفتضيه لدنيانا هذا طبعا ليس نص هذا ليس نص ديني يعني نقلده لكن أستاذ ونسي ربما يعني يأخذ عليك بعض المشاهدين بالقول أن الفكرة في الإسلام أركان الدولة تتفق مع ما ذهب إليه جان جاكروسو الفيلسوف الفرنسي الذي قال بالعقد الاجتماعي أو بنظرية العقد الاجتماعي هناك من يقول من المسلمين أن السلطة يجب أن تحدد وأن تحرر مفهوما بمعنى أن في الإسلام الركن الركين هو الشريعة حاكمية الشريعة فالسلطة يريد أن تحرر يعني هل ماذا يمكن أن يقال في هذا الجانب أنا أتكلم يعني على منحة أو حيثية أخرى وهي كيف تنشأ هذه السلطة وكيف تعطى لإنسان بعينه أو لملك يعني فهناك عدة نظريات كما قلت لك هناك نظرية ملكية الوراثية هناك نظرية التفويض الإلهي هي الثيقراطية وهناك نظرية العقد الاجتماعي نحن في الإسلام يعني أقرب لنظرية العقد الاجتماعي باعتبارها فيها اختيار حر فالإسلام مع الاختيار الحر مع أن الناس تختار من يحكمهم هل ينبغي أن يكون أركان الدولة في الإسلام أقرب إلى جهة أم أم ثمة خصوصية هنا أنا أعتقد أن الخصوصية تأتي من خلال أن الإسلام ينظر بنوع من الشمولية أولا هذا السلطان حتى ولو فوضه الناس ووكلوه هو سلطان محدد في الإسلام محدد محدد بماذا؟ محدد بمحكمات الشريعة كما أشرت أنت يعني ليس تفويض مطلق إنما هو تفويض محدد منضبط بالشرع بمعنى أن السلطان لا يستطيع أن يتجاوز محكمات الشريعة الإسلامية لا يمكن فإذا سلطة مقيدة الأمر الآخر أن هناك يعني في الإسلام يعني خصائص أو شروط للحاكم بمعنى أن يكون فيه قدر من العدالة يعني إذا كان النظام الإسلامي أو العرف الإسلامي لا يرضى بأن يكون الفاسق فسوقا يعني ظاهرا بينا من كذب أو ارتكاب بالمحرمات أمام الناس لا يرضى لهذا الفاسق المجروح العدالة بأن يشهد في عقد زوجية أو يعقد بعض العقود فما بالك بأن يحكم الناس أشرت إذا نقطة مهمة حقيقة يعني هي دقيقة أريد أن أخوضها معك في التفصيل أكثر أو أن أغوص معك في مستوى أعمق من ذلك يعني أنت قلت بأن السلطة مقيدة بالشريعة أي أن هنا الحاكمية للشريعة إذا ما غابت الشريعة عن السلطة هذا أفهم من كلامك أنه يبيح للرعية أو للأمة أو للشعب الخروج على هذه السلطة التي فقدت ركنا الركينة من أركان الدولة الإسلامية أليس كذلك؟ بشكل عام طبعا نحن نتحدث بشكل عام عن أركان الدولة السلطة ينبغي أن تكون هناك محكومة للشريعة إذا لم تكن هناك الشريعة فالسلطة لا تعود ركنا من أركان الدولة في الإسلام هنا مستويين يعني أنت سؤالك عميق جدا وإذا احتاج حلقة لأن الاختصار فيه هو الذي سبب فهوما كثيرا أضرت بأمتنا نشوف السجد ما فيه شيء أضرب الأمة وكما قال شهر ورزي في كتابه أكثر ما حمل السيف وخرج السيف هو في قضايا الإمامة قديما يقول قضايا الإمامة لأنه الركن الركين في نظام الدولة أو في الحكم ليه الإمامة فإذا تكلم السلف عن الإمامة يقصد به السياسة نظام الحكم أكثر شيء خرج فيه السيف وشرد فيه الناس إلى اليوم هو ما يتعلق بالسياسة هذه حقيقة وبالتالي الحديث فيها يعني كالجراحة جراحة الدماغ أنا أقول أنا أتكلم هنا على مستوين هناك مستوى العقدي الأدبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو انتخبه الناس يعني الناس انتخبوا إنسان ثم انتكس يعني يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ثم بدأ يأمر بالمنكر هنا لا طاعة له انتهى عقد الطاعة الذي له علاقة بالديانة انتهى عقد الطاعة العهد الطاعة الذي له علاقة بالديانة وليس كما قال أحد أنا أعتبر أقل شيء يصبي أنه جاهل بعض المشايخ الذي خرجه بتلفزيون وقال لو خرج الحاكم في تلفزيون يزني لمدة نصف ساعة هذا أحمق هذا لا يعرف لا دين ولا يعرف عقل ولا منطق يعني وهو يسيء الحقيقة للإسلام أكثر ما هنا ينتهي عهد بيننا وبين الحاكم إذا أمر بالمنكر لكن في قضية الخروج على هذا الحاكم وإزاحة هذا الحاكم هنا يخرج فقه آخر طبعا لا شك بالنسبة لأهل السنة والجماعة ترسخ هذا الفقه ونظريته تختصر في أن هناك مشروعية في الخروج ولكن لا بد هذه المشروعية مشروطة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع هل يتحقق هذا الخروج على هذا الحاكم بضرر أقل هل يتحقق المصلحة أم ستفضي إلى فوضى هذا طبعا ميدان واسع هذا ليس موضوع الحلقة اليوم وإن كان عرجنا عليه بما يقتضيه سياق الحديث لكن هل الدولة في الإسلام واجبة الوجود بمعنى أنه ينبغي أن يكون هناك دولة مسلمة أو دولة إسلامية أنا أعتقد أن الدولة في الإسلام واجبة الوجود لعدة اعتبارات لعدة اعتبارات واجبة الوجود إذا قلنا الدولة هي تنظيم الشأن العام وإقامة الدين وعمران الدنيا تنظيم الشأن العام وإقامة الدين بمعنى رعاية الفرائض وتيسير الفرائض على الناس التي أوجبها الله على العباد وعمران الدنيا التي هي أصلا مقاصد الخلق يعني مقصد الخلق كما يقول أصفهاني العبادة والعمارة والخلافة الاستخلاف في الأرض فالعمارة والخلافة لا تكون إلا بسلطة بدولة إذن الدولة واجبة الدولة واجبة باعتبار طبيعة رسالة الإسلام رسالة الإسلام طبيعتها ليست الإصلاح الروحي والنفسي والعبادة والانزواء طبيعة الرسالة هي الأمر بالمعروف والناعي على المنكر وإقامة الحدود يعني أن هناك تشريع جنائي هناك قضايا قانونية لو اجتازها الإنسان فيما يتعلق بسرقة مال الآخر انتهاك عرض الآخر الخروج عن الدولة أو ما يسمى بالخروج المسلح حد الحرابة والعياذ بالله زينة السرقة القتل كل هذه شر علىها الإسلام زواجر وجر علىها الإسلام عقوبات من ينفذ هذه العقوبة؟ السلطان إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلابد من وجوب تعيين السلطان لابد من إقامة الدولة فوجوب الدولة يأتي من أدة مناحي من طبيعة رسالة الإسلام من طبيعة اجتماع البشر من أداء المقاصد الإسلام الكبرى مقاصد الإسلام العظمى حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال حفظ العرض هذه الخمسة لا يمكن لا يمكن أن تقوم أصلا أو تحفظ بدون حكم وبدون سلطان وبدون نظام أو كيان سياسي وهو ما نعبر عنه بالدولة إذن إسلام من غير كيان سياسي يحفظ الدين يعلم الناس فرائضهم يطبع التعليم الديني الأوقاف اللي هو لا أريد أن أطيل حفظ النفس ولا يصبح عبث أي حد يقتل أي حد كما يرى لابد من تعيين القضاة والأدلة والمحامي والمدعي العام والتشريعات هذه والرقابة والمخابرات والمعلومات حتى تحفظ هذه النفس طبعا حفظ النفس مفهوم أوسع لأن حفظ النفس إيجادا وحفظ النفس حفاظا وحفظ النفس تنمية أيضا حفظ العقل وهنا حفظ العقل ليس كما يظن بعض الناس أن الناس لا تصبح مجنين أو نحفظ هذا الجرم الذي في الجوم لا حفظ العقل حماية الناس من الأكاذيب من الأباطيل من الخيال من الأساطير من الغيبة فكل ما يجعل هذا العقل منتج ومبدع ويحكم على الأشياء وعلى التصورات وعلى القضايا حكما صحيحا هذا يدخل تحت حفظ العقل كل هذه الأشياء الكريم النسل للعرض كلها هذه من مهمة الدولة فمن غير دولة لا تحفظ مقاصد الشريعات الاستدلال على وجوب وجود الدولة أستاذ ونيس هل هو استدلالهم على وجوب الدولة استدلالهم بالشرعي أم بالعقل يعني دليل شرعي أم عقلي طبعا الأول دليل شرعي لماذا دليل شرعي لأنه أولا بين الدليل الشرعي على وجوب إقامة الدولة أولا من أعظم الأدلة أنا لا استحضر كل الأدلة هو قول الحق سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان لماذا علّل القرآن ليقوم الناس بالقسط يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط لا يفيد الدولة ربما هذا الكلام لا معها هنا الدولة كما قلت لك إذا أردنا الدولة بمعنى الأشكال نعم يعني الإسلام سكت الإسلام سكت عن الأشكال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو هنا منطقة العفو منطقة السكوت النبي صلى الله عليه وسلم صاحب بخاري كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله نبيا إذن هنا السياسة وتدبير الشأن العام له أصول أما الأشكال فقد سكت الإسلام عنها سكت الإسلام عنها عن قصد لماذا حتى يترك مجال الأشكال ومثلا بعض إخواننا في عزب التحرير يرى أن نظام الحكم لابد أن يكون ماذا؟ وإخواننا في حزب اسمه العدالة أو العدل والإحسان في المغرب يروا أن نظام الحكم أول كلمة يجيبوك بها خلافة نظام الحكم خلافة أنا لا أنا أختلف معه هذا مصطلح نقدره عزيز إلى نفسنا ولكن الحقيقة ما هي الخلافة؟ هل هو شكل؟ في مرحلة متقدمة من حلقة لكي لا نقفز على المحاور لكن أنت قلت أن الغاية غاية الحكم هي ليقوم الناس بالقصد القصد هنا تقصد العدل طبعا العدل طيب إذا ما تحقق العدل من دون وجود السلطة الشرعية بين الناس هل يغني ذلك عن وجود الدولة؟ إذا تحقق العدل وكانت بيعة بين الناس وتحققت الحرية والمسواة وكرامة الإنسان والحريات لحرية الرأي وحرية توفرت كل هذه الأشياء فقد توفرت مقومات وركائز الدولة يصبح ماذا؟ يصبح اختيار اختيار الحاكم يعني لأن الاختيار البيعة تكون لاحقة لهذا الاختيار إذا تم الاختيار والناس اختاروا وهذا الاختيار يعني بحديث كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح هذا ممكن أن يتحقق في القبيلة أستاذ ونيس ليس بالضرورة أن ذلك تحقق أركان الدولة وأن هذا ممكن أن يحدث في القبيلة أو في العشيرة والله إذا الإسلام دين واقعي إذا كانوا مجموعة من ناس رماهم قارب من القوارب في جزيرة من الجزر وكانت قبيلة من القبائل فليختاروا رئيس قبيلته تعتبرها ذي الدولة الإسلامية ما هو نحن لازم نشوفه تطور العصر العصر اليوم هو عصر الدولة الحديثة بعض المشايخ يعني يضيقون ذرعا بكل ما هو حديث يعني يضيق ذرعا ولكن هذا هو الواقع اليوم نحن نعيش في عصر الدولة الحديثة بهذه السمات سمة الاختيار بل للأسف الشديد اسم دولة الأمم المتحدة لا تعترف بك دولة إلا وفق معايير أربع للإقليم والجغرافيا وما يسمونه الرعاية أن يكون هناك رعاية وأن يكون هناك نظام حكم نظام حكم معين حتى تنال الاعتراف يعني هناك دولة مثل الفاتيكان لا يبالو الأمم المتحدة تعطي هذه الرخصة أنا للأسف لا بد أن تتكلم بواقعية حتى تكون دولة لا تستطيع أن تعيش في المريخة وتعيش على الكرة الأرضية الآن هنا من يعطيك ترخيص هذه الدولة لأن كلها علم وجوى السفر ولها احترام ويعني قانون دولي أنت هنا تتحدث عن شرعية وجود الدولة نعم قفزنا إلى محور آخر قبل الحديث عن هذا أستاذ ونيس لو أذنت لي أنت قلت أن الدولة في الإسلام واجبة الوجود على من تقع مهمة إيجاد الدولة الإسلامية؟ مهمة إيجاد الدولة الإسلامية تقع على الأمة تقع على الناس يعني لأنها من فروض الكفاية طبعا الدولة في الإسلام كما أفهمها ليست غاية بمعنى إن لم تكن هناك دولة يعني دخل الناس إلى النار ليست غاية هي وسيلة لكن وسيلة مأمور أمر الناس بأن ينظموها وقد فهم الصحابة هذا يعني حتى بعض الرواة السير يقولوا من فقه الصحابة للمسألة أجلوا دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يحسموا موضوع السلطة السياسية من سيحكم الناس كان يقود البشر المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الصحابة علموا بأن عدم وجود سلطة سياسية سيصبح الناس فوضى هذا يعرفوا العرب قديما لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا إذن هي مسألة منطقية أنا الحقيقة أحيانا يعني بصراحة خلينا نقول كلمة سجهاد وهي كلمة منهجية في تقديري أحيانا بعض الفقهاء والعلماء يتكلفوا تكلفا بإضفاء الشرعية على القضايا المنطقية البدهية البدهية كل قضية منطقية بدهية يريد أن يأتوا بآية أو حديث يضعوها فوق هذه القضية حتى تنال مشروعيتها وتبثي الحياة غريب هذا أمر غريب جدا يعني أعتقد أنه هو هذا دليل على عدم فهم طبيعة الدين بل ربما ليبرز أن الإسلام هو دين حضارة وعصري ربما يمكن هذا الذي يقصد من هذا الاستدلال لا هذا الاستدلال طبعا هذه مسألة أخرى هذا في أنوع من التكلف يعني أخي سبحان الله هي فطرة والإسلام ترك مساحة واسعة جدا للاجتهاد البشري تركها عفو كل ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم من الروم وأخذ الخندق من فارس وأخذ سيدنا معاوية أخذ البريد يعني هذه الأشكال لا بأس أن نأخذها من الأمم الأخرى فبالتالي محاولة إيجاد آية وحديث على كل نشاط بشري هذا دليل على عدم معرفة طبيعة الإسلام نفسه لأن النصوص متناهية وأحداث الناس والأشكال التي يستحدثوها والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية كلها متجددة فهل نحن لا نأخذ أي قضية يعني يكتشفها العقل البشري وتثبت جدواها بالتجربة الإنسانية لا نأخذ بها حتى نأتي بأي دليل ومنها قضية الدولة الحديثة وبالتالي الدولة الحديثة الآن استقر البشر على قضايا وعلى هياكل وعلى أشكال الأصل أن ننظر لهذه الهياكل والأشكال على أنها وسائل ما وافق منها الشرع يعني لم يصطدم مع الشرع قبلناه أبحناه مررناه بل أخذنا به وحرصنا عليه حصنا على الوسائل لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد أستاذ ونيس أنت قلت بأن الإسلام سكت عن قضية الدولة هي من المسكوت عنه وقلت أن الدولة واجبت الوجود قد يفهم أن في هذا الكلام نوع من الالتباس أو التناقض كيف يسكت عن شيء جميل واجب الوجود دعني أتحدث معك ولكن بعد الفاصل ولكن أنا قسمت في مستويين سأعطيك الفرصة بعد الفاصل لو أذنت لي نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل المترجم للقناة المترجم للقناة أسعدكم الله معكم من جديد في الحديث عن الدولة الإسلامية وعلاقتها بالشريعة ومقاصدها عودة إلى الأستاذ ونيس المبروك أستاذ ونيس قبل قريب قلت إن الدولة من الأمور التي سكتت عنها الشريعة سكت عنها الإسلام كقضية سياسية اجتهادية بين الناس بين المسلمين ثم قلت إنه لابد من وجود الدولة فهي واجبة الوجود كيف يسكت الإسلام عن ما هو واجب في الشريعة ولهذا سؤال جيد أنا قسمت هذه المسألة إلى مستوين المستوى الأول مستوى القيم مستوى الرسالة الإسلام مستوى احتياج البشر مستوى الحفاظ على مقاصد التشريع هنا واجبة الوجود أما مستوى كيفية تطبيق هذه القيم وكيفية وضع الوسائل وما هي التدبير للوصول لهذه المقاصد هذه كلها مسكوت عنها ويمكن أن نأخذ من الغرب من الشرق من اليهود من النصارى من البوذين من أي إنتاج بشري إذا كان لا يتصادم مباشرة مع حكم الشرع يعني خذ مثالا موضوع يعني طبعا من أشهر النظم الآن النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي في جوهره في لبه في أساسه من خلفه أيديولوجيا معينة وهو الحكم المطلق للشعب هذا يتنافى مع الإسلام إذا كان حكم مطلق للشعب وهذا ما رأيناه في بريطانيا وفي دول اسكندنافيا الآن ما كان في ماضي الزمان محرم في الآن أصبح مباح يعني الشذوذ مقنن زواج المسلي نسبية المفاهيم نسبية المفاهيم نسبية المفاهيم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن عندهم اختلاف مع نظام الحكم في الإسلام نظام الحكم في الإسلام يقوم على أن السلطان للأمة ولكن السيادة للشرع السلطان للأمة ولكن السيادة العليا للشرع بالنسبة لهم لا سيادة للشرع السيادة والسلطان للأمة هذا جوهر لب النظام الديمقراطي أو الخلفية وفي هذه نحن نختلف مع التمام لو تحدد لنا هذه نقطة مهمة يعني الحاكمية للشرع ولكن السيادة للأمة الحاكمية للشرع إذا نريد الناس يعني هذا لا فضل قرآني لا بس الحاكمية للشرع السلطان للأمة هم عندهم الحاكمية والسلطان للأمة بالتالي الأمة إذا اجتمعت في برلمان تستطيع أن تقول هذا الشيء مثلا الخمر الآن في أمريكا مباح الخمر في أمريكا في 1930 محرم صدر قانون بتحريم الخمر بل بقتل من يصنع الخمر محرم قانونة ما عندهم ثم هم ما عندهمش يعني قضية الدين فصلت تعرف فصلت عن موضوع السلطان الحكم وأصبح الدين مسألة خاصة حتى يفهم المشاهد سأعطيك لكن لو أذنت لي نقطة مهمة يعني عندما تقول أن الحاكمية هي للشريعة وأن السيادة أو السلطان للأمة لو توضح للسادة المشاهدين حتى لا يلتبس عليهم ما معنى أنه الحاكمية للشرع ماذا يعني عمليا حاكمية للشرع أي أن السلطان يباح له في حدود صلاحياته أن يفعل أن يقيم الحدود أن يعلن الجهاد طبعا بعد بالتشاور لأن الأصل شورى وإذا قام العدل يباح له هذه الأشياء ممكن أن يقنن المباح بل يمكن أن يمنع المندوب بشرط أن يكون مشتهدا طبعا مشتهدا أو يستشير يعني أو ممكن أن يؤخر بعض القضايا كما أخر سيدنا عمر إقامة الحدود يعني في الغزو لأنك إذا قمت القتل للجنود أن من يسرق أو كذا سأقيم عليه الحد أو من إذا يقول لك أنا أذهب للعدو أفضل ما تقطع يدي فممكن يؤدي إلى ارتداد أيضا مؤلف قلوبهم أخر أو جمد العمل بسهم المؤلف قلوبهم لأنه رأى بأن هذا كان تأليفا لقلوب الناس اليوم أصبح الإسلام عزيز المهم يعني أنت أسئلتك دسمة أنا أخشى أن ندخل في نريد أن نبسط الحوار نريد أن نبسط الحوار أقول أن في هذه المنطقة مباح لكن لا يصطدم مع الشرع إذا اصطدم مع الشرع هنا هنا سقف لأن السيادة العليا للشرع البرلمانات العربية الآن في الدول وفي المجتمعات الإسلامية يجوز لها أن تناقش كثير جدا من التشريعات يجوز لها أن تستحدث تشريعات تنظم وهذه الاستحداث كل تشريع استحدث في البرلمان المنتخب ليس في البرلمان المعين الآن هذه الصور الكاذبة التي جاءت عبر أجساد الناس وعبر انقلابات دموية أنا أتكلم في الوضع الطبيعي الأصلي إذا الناس انتخبت عرفاء كما في سنة نبي داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة نبي داود لا يستقيم الناس من غير عرفاء والعرافة حق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم برلمان عرفاء الناس عرفاء المجموع الأمة إذا استحدثوا تشريعا وهذا التشريع لا يحرم حلالا ولا يحل حراما أصبح الأخذ بهذا التشريع واجب على الأمة وإذا سنوا قوانين بمعنى مثلا من يخرج في الضوء القلب مثلا من يخرج في الضوء الأخضر يعاقب ومن يقف عند الضوء الأخضر الأحمر كذا هنا العقوبة تنفذ حتى ولو كانت بالسجن يسجن وهذا السجن مشروع شرعا إذن هنا يعني مباح للبرلمان أن يفعل هذا ولكن السيادة العليا للشرع هذا هو القصد بأن السيادة للشرع والسلطان للأمة يعني السلطان للأمة السلطة الحاكمة تستمد تنفيذية من اختيار الأمة نعم من اختيار الأمة يعني تنفيذية وتشريعية لو قلنا أن السلطة من الشرع هذا حكم ثقراطي وهذا خداع وغش السلطة ليست السلطة بمعنى السلطان لا يكون من الشرع لأنه لا يوجد تنصيب من الشرع طبعا أخواننا يعني نعم يعني بعض الطوائف المنحرفة والمبتدعة يعني في هذه المسألة على أقل يروا أن السلطان من الشرع وأطفوا عليه قداسة بالضبط أن الأئمة كما عند الشيعة هذه نص عليهم الشرع فهو حكم ثقراطي لكن عندما اصطدموا بسخرة الواقع جاء الخميني واكتشف أو ابتكر نظرية ولاية الفقيه لأن اصطدموا بالواقع إلى متى ينتظروا اللغاية عبادة في السرداب إلى متى فطبعا اصطدموا بالواقع إذن نحن أهل السنة وأعتقد أن هذا هو المنهج الإسلامي القويم نعتقد أن السلطان يأتي من الأمة هي التي تختار أول سلطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صحيح بيده عنده صلاحيات الإمامة لأنه هو حي كيف يكون عليه إمام سياسي لكن بمجرد موته انتقل السلطان لمن للأمة التي هي اختار سيدنا أبو بكر صديق جاء سيدنا عمر رشحه سيدنا أبو بكر جاء سيدنا عثمان جعل سيدنا عمر الشورى في ست وثلاثة تنازلوا لثلاثة وهكذا هذه الأشكال متغيرة متجددة أنا لست مع من يعتبر أن لابد أن نستورد التجربة التاريخية ونجعلها دين قبل أن أنتقل معك أنا أريد بس أوضحها الخطأ الآخر خي جياد أن نحن نستورد التجربة التاريخية حتى للصحابة ونجعلها دين ونجعلها تشريع ونأتي بحديث أخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ونعتبر أن تجربتهم التاريخية هي دين ونسلط الحرب على كل من يستحدث تجربة أخرى جديدة تحقق مقاصد الشريعة ربما أفضل أنا أقول ربما أفضل من التجارب التي كانت تناسب عصر الصحابة طيب يعني أنت قفزت بنا مباشرة إلى موضوع المباينة بين الدولة الحديثة وبين الخلافة كشكل حكم وليس كمحتوى ومضمون لكن قبل ذلك أنت تحدثت عن موضوع مقاصد الشريعة كنت أختزن هذا السؤال لك من البداية لكنك سبقتنا في المحور الأول قلت أن الغاية من الحكم في الدولة هي إقامة القصد والعدل بين الناس طيب إذا كانت هذه وظيفة اجتماعية للدولة إذا ما تحققت هذه الوظيفة الاجتماعية هل يعني أن وظيفة الدولة في الإسلام فقط اجتماعية إقامة القصد والعدل أم تتعدها إلى جوانب اقتصادية علمية فكرية وسياسية واستراتيجية ودولية طبعا طبعا تتعدها لكل هذه الوظائف لأن أولا حتى لأن بعض الناس يتضايقوا بعض الناس حتى من الإخوة الذين هم ارتضوا من المسلمين يعني أنا لا أكفر بعض المسلمين ارتضوا النظام أو الفكر العلماني ظنا منهم أن بهذه العلمانية نبعد المشايخ والعماء مضون والناس المتخلفة على حد قولهم ونبعد الأشكال الراديكالية أو التاريخية وسنتطور وسننهض وسنصنع البوينغ والإيرباس وكذا وفي بعض الناس ارتضوا الليبرالية في بعض الناس فلذلك عندهم شيء من الحساسية إذا تكلمنا عن نظرة الإسلام في هذه المسألة نحن نقول أن الإسلام يختلف على سائر الديانات لا نقيس على الصراع بين الكنيسة وبين الملوك في القرون السابقة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في أوروبا لا نقيس هذا قياس فاسد تماماً لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق لأننا ليس عندنا ثيقراطية الحكم ليس للشيخ لا يوجد عندنا حكم الشيخ لا يوجد عندنا حكم العالم باعتباره عالم وفقيه لا يوجد عندنا هذا الحكم الذي يختار الحاكم هو جمهور الأمة بعدولها وفساقها فبالتالي الإسلام نظام شامل الدولة فيه ترعى الجانب العقدي وترعى الجانب الاقتصادي وتنظمه وتشرع له منطقة الفراغ وترعى الجانب الاجتماعي من قضايا الزواج والطلاق والحضانة والكفالة والرعاية رعاية الأرامل وترعى الجانب التعليمي بمعنى أن تضع الوزارات وتضع المناهج وتطور المناهج وتدرب المعلمين وترسل البعثات للخارج وتستحدث الجامعات وتراقب نظام التعليم حتى لا يفسد وترعى هذه الجوانب جميعاً إذن وظائف الدولة في الإسلام متعددة كتعدد رسالة الإسلام يعني لا يقول أحد لا خلوا الإسلام فقط في المسجد فقط خلوه في المسجد ويعني إذا مات أحد يصلي عليه الشيخ نمشي ندفنه مثل النصارى تماماً أما قضايا الاقتصاد فنحن نأكل الربا يكون في عقودنا الغرر لا بأس نصدر ونصنع الخنزير ولحوم الخنزير والخمر دعونا نرى المصلحة في هذا يأتوا للنظام الاجتماعي يا أخي الطلاق خلوه بين الاثنين المرأة تطلق الرجل كما الرجل يطلق المرأة نأتي للميراث وهو حق اقتصادي والله المرأة تأخذ مثل الرجل ودعونا من آية سورة النساء نأتي للموضوع الزواج الزواج خلوه السن والأهلية في العقود لا أنت هنا ممكن أن تعيش ولكن لا تقول لي بأنك هنا مسلم يعني لأنك ارتضيت بأن تجعل القرآن عظيم تأخذ من الإسلام شيء وتدع شيء الإسلام جملة أنزله الله عز وجل وأتمه كما في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لا يستطيع مسلم إلا إذا هو رضيا هنا لا إكره في الدين يعني أنا أقول إخواننا العلمانيين أو من ينحو هذا المنحة يعني أنا سأحافظ على حقك في الاختيار لكن لا تقول لي بأنك مسلم يعني أنت تريد أن تدعي الإسلام أنت حر وسأحافظ أنا معك على حريتك في هذا الاختيار لا أكرهك لكن إذا أنت مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله أين قضى الله؟ في كتابه إذا قضى الله ورسوله أين قضى الرسول؟ في سنته الصحيحة وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم قال الحق سبحانه تعالى في آية أخرى فلا وربك شوف القسم لا يؤمنون نفي كمال الإيمان ونفي أساس الإيمان أحيانا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء تقليل يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ لا تردوا لأهوائكم أو للبيت الأبيض أو لموسكو فردوه إلى الله وإلى الرسول إذن الحكم إلى الله ورسول إذن هذا هو المفهوم يعني هو الحلقة يعني الحقيقة دسمة جدا والموضوع شيق ويحتاج تفتيت وحقيقة يعني نحن إن شاء الله معك سنناقش هذه الموضيع في أكثر من حلقة لكن أنا فهمت منك أنك لديك موقف حاد من الخلافة من خلال كلامك ما مشكلتك مع الخلافة؟ لا أبدا أبدا استغفر الله ليس أنا أفخر كنظام حكم لأن الخلافة أولا هو مصطلح جميل يعني مصطلح جميل جاء هذا المصطلح وجدر الثلاثي في الملأ الأعلى إني جاعل في الأرض خليفة هذا مصطلح حبيبي لنفسنا ونحن مع المصطلحات الشرعية لكني أخشى وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف حواريه ووصف الراشدين الأربع بأنهم خلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجد وهذا عندما ارتضى الصحابة وذا اجتهادهم حبيبي لنفسنا قالوا خليفة رسول الله عندما جاء سيدنا عمر قالوا الآن ماذا نقول خليفة رسول الله فسمي بأمير المؤمنين وهذا دليل لي بأن المصطلحات ليست للتعبد هذه مصطلحات حبيبي لنفسنا ولكن خلاص سمي أمير سميها القدافي سمي فيهم أمير لجنة شعبية عامة سميه وكيل سميه رئيس سميه ما شيء نحن لا تكلم عن المصطلح أستاذ ونسو نحن نتكلم عن دلالة المصطلح إلا شيء واحد يعني ممكن الإسلام كما أفهمه لديه نظرة في موضوع الملكية نرضى بالملك لا بأس إذا جاء عبر اختيار وقلنا نسميه ملك لكن أن يكون ابنه من حيث كونه ابنا له ملك أيضا هذا لا يرضى الإسلام ببساطة لأنه ممكن يلي تفاجر ممكن يلي تكفار سيدنا نوح يعني ابنه كافر فهل لأنه يجري في الجينات والدماء جينات الأب بمحظ هذه الجينات تكون سلطان على الناس الإسلام لا يرى هذا ولكن إذا كان ابن الملك معذرة لم تجيبني عن سؤالي وبقي القليل من الوقت يعني الخلافة يعني أنت لا تعتقد بأن نظام الخلافة ليس المصطلح الخلافة أستاذ ونيس وأن نظام الخلافة لا يوجد شيء اسمه نظام الخلافة بحسب ما قرأت أصلا لا يوجد شيء اسمه نظام الخلافة بل أنا أقول لك شيء وأنا جريء في طرحي وتمنى من يأتي ويرد عليها بالحجة لا يوجد نظام دولة في الإسلام لا يوجد نظام هذا قاله وائل وحلاق في دولة مستحيلة يعني ليس وائل هذه حقيقة لا يوجد سيستم بالمعنى السيستم نظام إداري وهياكل وفصل للسلطات وكذا يوجد مبادئ وقيمه التي تشكل من هذا الأمر كان سيدنا علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد يعني كان في موضوع الدرع قال تقدم إلى شريح يعني يتقدم إلى قاضي يعني هو السلطان ولكن يجلس أمام القضاء باعتبار أن هذا فصل السلطات لكن كلمة فصل السلطات وكلمة النظام الدولة الحديثة وكلمة الانتخاب يعني هل سيدنا علي بن أبي طالب نال شرعيته يعني الأمة كلها انتخبت سيدنا علي هذا كلام غير صحيح يعني انتخبوا من قريب منه في الإقليم حتى سيدنا عثمان هل سافر الناس لكل أعضاء الأمة الإسلامية وعلماء الأمة واختاروا سيدنا عثمان وسيدنا علي هذا كلام غير صحيح غير صحيح إذن اليوم بالنظام الإلكتروني الجديد الرقم المواطنة الآن كيف حدث الانتخابات في تركيا أنت مواطن عندك رقم مواطنة بلغت كذا تذهب إلى مكان الاقتراع وتذع الآن ممكن إلكترونيا إذا يضبط هنا أو سلطنا إلى الشورى أو سلطنا إلى الشورى معذرة عن المقاطعة زيلي جدًّا من الوقت أو سلطنا إلى الشورى ما علاقة الشورى بالدولة في الإسلام ما المكانة والتي تحتلها في منظومة الحكم في الدولة الإسلامية من أعظم من أعظم القيم السياسية والمقومات السياسية في الدولة وركائز المجتمع والدولة في الإسلام أنا أقول المجتمع والدولة في الإسلام هي الشورى ولهذا جاء التعبير عنها في القرآن وأمرهم شورى بينهم أمرهم كل أمور المسلمين طبعا ذات البال هي شورى قائمة حتى في الفطام هل يمكن أن تكونها مقابلة للديمقراطية الغربية؟ هي وجه يعني معبر وهي سبقت الديمقراطية في موضوع الانتخاب وأنا ذكرت لك يعني شوف الديمقراطية تقوم على الاختيار الحر وتقوم على التداول السلمي على السلطة وعدم الديمومة فيها وعلى الفصل بين السلطات هذه كلها قائمة في النظام الإسلامي سيدنا عمر في وصيته قال لا يكون واليا على المسلمين لأكثر من عام وهذا وارد في الصحيح كان يقول لأكثر من عام فإن كان عدلا ملوه الناس وإن كان فاجرا فيكفيه عاما أو في رواية أخرى أربع سنين فإن كان فاجرا يكفيه يعني الفجور الناس جربت إذن التداول على السلطة والاختيار الحر هذا من صلب الإسلام فالشورى سواء طبعا في نظريتين هل هي ملزمة أم معلمة أنا مع أن الشورى معلمة إذا استقرت التوصيف الوظيفي إذا كان الدستور والقوانين متناغمة ومتماسكة ويعني منظمة للدولة فتكون الشورى يعني معلمة وإذا كانت قبل التوصيف الوظيفي لهياك للدولة واستقرارها وكذا تكون يعني ملزمة لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء من أهل السنة فيما أعلم أهل السنة والجماعة بأن الشورى بالمجمل هي الأخذ بها واجب لكنها في ذاتها غير ملزمة وإنما معلمة لا تلزم والله حتى يعني موضوع هذا طويل ونعتقد يعني أحيانا اختصار مثل هذه المعاني يشوش على السادة المشاهدين لكن وجهت نظري أن الشورى خلينا مع الشورى في أصلها معلمة ملزمة هذه مسألة تأتي بالتبع إذا كان السلطان عنده دين تدين يعني في قلبه وعنده حتى عقل سيأخذ بالشورى لأنه بالعقل يعني أنا عندما أخذ بالشورى سيكون معي الناس كلهم لأنه أخذت رغوة هي الشورى حتى من شاور العسل أخذت زبدة الآراء وكما قال سيدنا علي مشاورة الرجال مشاركة في عقولهم فالشورى قيمة عظيمة قيمة اجتماعية قرها الإسلام حتى في التشاور بين الزوج وزوجته في فطام الولد وفي رضاعه الشورى في القضايا السياسية الشورى في القضايا حتى العلمية والفكرية في الاجتهاد كلما كان جماعي كان أقرب للصواب وأبعد عن الهواء وعن الأهواء فبالتالي الشورى قيمة عظيمة هي والعدل الجنحان الذي يطير به النظام الحكم في الإسلام جميل باعتبار الموضوع كان حساسا وكان في بعض المصطلحات والمنعطفات كانت دقيقة أعطيك أقل من دقيقة من فضلك أستاذ نيست لو تكثف الفكرة الأساسية من فكرة الدولة في الإسلام قبل أن نختم إذا أردت أن أختصر الاختصار من أصعب الأشياء الإسلام بطبيعته دين اجتماعي دين عنده رسالة في الحياة وإن كان له رسالة في الحياة إذن رسالة الحياة الإعمار والخلافة سيكون فيها مناشط اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية وحربية وسلمية وكذا هذه المناشط لا يمكن أن تقوم إلا بسلطان هذا السلطان إذا كان يريد أن يعبر عن إرادة الناس لا بد أن ينتخب فإذا انتخب احتاج إلى رقابة وهذه الرقابة محدودة بسلطة الشرع لأن السيادة فيها للشرع وإذا تم هذا النموذج ووقف على أرضية من العدل والقسط والشورى تحقق الحكم الإسلامي الذي أراده الله عز وجل وانتشر العدل في الناس كل الناس ليس المسلمين فقط سينعم بهذا النموذج الإسلامي في الحكم أو في الدولة الناس كل الناس بل سينعم به حتى الكائنات الحية باعتبار أنه لا بد من العمران والخلافة والارتفاق الكوني ستنعم به الجماد سينعم به الحشرات ستنعم به الحيوانات وسينعم به البشر مسلمين وكافرين على حد سوى نعم أستاذ أميز حقيقة هذا الموضوع حمال بكثير من الكلام لكن الوقت كان كالسيف معنا سبقنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإفاضة مشاهدين الكرام أشكر في ختام هذه الحلقة لأستاذ وليس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات شكرا لكم إلى لقاء جديد شكرا لكم